تحركات رئاسية بمشاركة السفير الأمريكي لدى اليمن صبت جميعها في مسار الجهود المبذولة لمواجهة التعاثر الراهن في تنفيذ اتفاق الرياض أولى هذه التحركات لقاء أجراه الرئيس رفقة نائبه مع ممثلية تحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية الذي أقر خلاله الرئيس هادي بالتحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد على مختلف الصعد الرئيس تناول لأول مرة مسألة تشكيل الحكومة التي نصى عليها اتفاق الرياض لكن بعبارات مقتضبة كما جاء في البيان الذي بثته النسخة الحكومية من وكالة الأنباء اليمنية سباء حيث أبدى استعداده لتشكيل حكومة فاعلة وقوية وذلك بعد أيام على مرور الموعد الذي كان مقرراً فيه التوصل إلى اتفاق بشأن قوام الحكومة الجديدة أهمية الحرص على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والتزام الجميع بتنفيذه من أهم ما أكد عليه الرئيس هادي الذي اعتبر الالتزام بتنفيذ الاتفاق تعبيراً عن المسئولية تجاه حقن الدماء وعودة الدولة مرتكزاً في ذلك على ثقة السلطة الشرعية بمن وصفهم بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وحرصهم على تعزيز وجود الدولة وعودتها عبر تنفيذ هذا الاتفاق الرئيس هادي تطرق إلى ما اعتبرها أولويات البلد في المرحلة المقبلة والتي تشمل حماية النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية ومخرجات الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية والدفاع عن اليمن من المدى الإيراني واصفاً إياها بالمبادئ التي على أساسها ستبنى الشراكة الوطنية وسيتم استيعاب الجميع في إطار الدولة على خط إنعاش اتفاق الرياض المتعثر دخل السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل عبر لقائين أجراهما في الرياض مع كل من الرئيس هادي ووزير الخارجية محمد الحضرمي كلاً على حدة السفير هنزل ثمن جهود الرئيس في الوصول إلى إخراج وإنجاح اتفاق الرياض ومواصلة تنفيذ خطواته والذي يمثل تواجد الحكومة بعداً وتقديمها للخدمات دافعاً مميزاً ومحفزاً في هذا الاتجاه لكنه استمع من وزير الخارجية لتفاصيل مباشرة تتصل بأسباب تعثر تنفيذ اتفاق الرياض فقد شدد وزير الخارجية على أهمية التنفيذ الكامل والمتسلسل للاتفاق وعبر عن أسفه لأن الإجراءات العملية على الأرض تشير إلى وجود عراقيل وتأخر في تنفيذ الاستحقاقات الواضحة والمزمنة أسباب يرى الوزير أنها لن تساعد أحداً ولن تخدم عملية السلام بل ستصب في مصلحة الميليشيا الحوتية ومشروعها الإيراني في اليمن على حد تعبيره